السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ماجد يحي النهاردة نتلع اتكلم مع حضراتكم عن فسخ تعاقد قناة المحور مع بنادي الزمالك حول تقديم برنامج الزمالك اليوم هكشف لحضراتكم كوليس القرار ده كله وليه ده حصل وهقول رأيي في الموضوع طبعا النهاردة نتحرككم متعودين ان انا بقدم نشرة بعلي كام يوم نشرة اخبارية بقول على اهم الاخبار اللي حصلت على مدار اليوم لكن النهاردة مفيش غير تقريبا خبر الزمالك اليوم اللي قلت لحضراتكم عليه وفوز منشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية بعد التغلب على ليفربول بضربات الجزاء طبعا كان ماتش عظيم جدا اللي شافه منشستر سيتي كانت الشوت الاولاني افضل لكن ليفربول الشوت التاني كان متميز جدا محمد صلاح عمل ماتش كبير جدا كورتين في العرضة كورة من على خط الجون شالها وولكر يعني باعجاز وحجمات كتير ضاعت من ليفربول وجوان كتير راعت فكان ماتش ممتع جدا لولا فريدان انضم ضيع ضرب الجزاء هي دي اللي خرجت ليفربول لكن كان ماتش متميز جدا وعودة قوية لمحمد صلاح بإذن الله نتمنره كل خير المسلم الجاي والخبر المحلي الابرز ان الزماريك خلص اتفاقه مع غزل المحلة وضم امام عشور مقابل 12 مليون جنيه لمدة 5 سنين قبل ما نبدأ على طول بقى نتكلم في موضوع الزماريك اليوم يا ريت لو الحلقة دي عجبت حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك وتسيب تعليق باهم ما جي فيها يالله نبدأ على طول على بردك اللي زي ما حضراتكم عارفين ان نادي الزماريك متعاقد مع قناة المحور تقريبا من سبع شهور على اصدار بردنامج الزماريك اليوم اللي هو كون المتحدث الرسمي باسم نادي الزماريك وان بيدافع عنه ويدافع عن مصالحه بردنامج الزماريك اليوم اتعرض لمشاكل كتير جدا اتوقف كذا مرة اتوقف مرتين وحصل عقوبات وغرامات على مقدم البرامج اللي هو خالد الغندور او احمد جمالي وكان طبعا استكلمة السر في الموضوع سيادة المستشار مرتضى منصور بسبب تجاوزاته التي لا حصل لها دائما بيطلع يتجاوز حق خسومه واستخدم القناة كمنصة للهجوم على كل اعدائه سواء من الاطراف الاخرى نادي الاهلي نادي سموحة اي نادي الاسماعيل اي نادي اي نادي هو شايف ان في مشكلة كان بيطلع يتكلم ويهاجم وينتقد غير كده ان هو سعاد كان بيطلع ينتقد ابناء النادي الزمالك نفسهم اللي هو شايفه ما بيقفوش مع النادي وان هما بيتخلو عنه المشكلة طبعا مش في الانتقاد في حد ذاته المشكلة انك بتطلع تستخدم الفاظ وتجاوزات مسيئة فاحيانا كتير قد يقاقب عليها القانون لكن سيادة المستشارة تحركت ضده كذا بلاغ للنائب العام لكن في الاول الاخر هو شخصية برلمانية ومعها حصانة والموضوع القضائية دي انا ما اقدرش اتكلم فيها لكن في الاصل بعيدة عن اي حاجة هو شخصية مصيرة للجدل ودايما ودايما بيخرج على النص في الحديث عن خصومه طيب قناة المحور قبل كده كانت انظارة نادي الزمالك ان هي ممكن تفسخ التعاقد بسبب وقف البرنامج وتوقيع غرام عليها قبل كده خمسين الف جنيه واني طلبة ادارة النادي بتعديل سياسة البرنامج لان ده بيقصل على صورة النادي برنامج الزمالك اليوم نكمل في طريقه زي ما هو ما فيش اي تعديل طرق تجاوزات شغالة لانهار وانهار ارض لحضراتكم مثلا امثلة صغيرة من مكالمة ممكن تكون كشفة مكالمة مع سيدة المستشار مرتضى منصور مع خالد الغندور تعالوا شوفوا كده المكالمة دي ايه اللي جار فيها بيه تراصير يهرف دي المعزة كل مرة قداني السرق اراني مصر ما فيش كل بناتا وانت على المخيل نوحيات ماما لانت دمك حفيف يالا انت ولو بنسره بكبت عربية محد اشتعلتك يحلم الكبه طيب تعالوا عن ناحية تانية نشوف مقدم البرنامج حتى خالد الغندور كان رد فعله ايه ازاي وبتعمل مرة بالمؤخرة مرة بسامين دي ست مصر بيه تراصير من كماء من الاخق اللي اسمه عباس كريمي حتى يومر الزمال هو انت على الثالث طيب على عين فضل ننزل التور طيب ساد لا تستفزينيش هكتر من كده ساد لو نزلت التور مش هتنزل من بيتك هو في نهاية زي ما حضراتكم شفتهم اه ايه ومش قادر يتكلم ومش قادر يقدر سلطه الاعلامية ان هو يضبط الحوار طبعا ده الحوار بالطريقة دي والكلام بالاسلوب ده والهجوم بالطريقة دي اكيد قناة المحور عندها تحفزات عليه لان هي زي ما قلت لحضراتكم متوقع عليه عقوبة قبل كده خمسين الف جنيه والبرنامج ده لما بيتوقف بيأثر على صورة القناة لان قناة المحور دايما كانت بتقدم نفسها تحت شعار قناة الاسرة العربية او قناة العائلة العربية ان دي قناة للعيلة العربية قناة متحفزة جدا في المحتوى اللي هي بتقدمه جات برنامج الزمالك اليوم غير الصورة دي طبعا الالفاظ والشتائم والصباب اللي شغال دايما عن شاشة القناة ده عمل مشاكل للقناة فبالتالي اخيرا وكان حل نهائي المهندس حسن راتب قعد مع المستشار مرتضى منصور وبالطرق دي كده بلغوا ان احنا مش حابين نكمل مع بعض وان هيكون المهلة القانونية بلغكم قال لها بشهر يعني شهر اغسطس اللي احنا فيه ده اخر شهر البرنامج الزمالك اليوم على قناة المحبر رئيس النادي الزمالك تلع وقال احنا كده كده اصلا ما كنش هنكمل مع المحور احنا القناة بتاعتنا هتبدأ من شهر سبتمبر يعني الشهر الجاي قناة الزمالك هتطلع وهتشوف النور بعد سنين طويلة فبالتالي احنا خلاص ما بقناش محتاجين قناة المحور في حاجة احنا عندنا قناتنا احنا الخاصة طيب رأي الشخص بقى علشان اكون صريح وواضح ومحدش يقول لي انت زمالكاو والاهلاوي اقسم لكم بالله اللي انا هقوله ده رأي شخص بحث ماروش علاقة باي انتماء فيه تجاوزات من الاعلام الرياضي بصفة عامة فيه تجاوزات من الاعلام الرياضي الاعلام الرياضي بيسكت تعصب وبيغزيه وبيدي النار في اوقات كتير سواء من اهلا او بالزمالك بيحصل من الاتنين وانا قبل كده انتقطت المهندس عدل القيعي وانتقطت الكاتب ابراهيم المنيسي وانتقطت قبل كده اسلام الشاطر وانتقطت احمد جمال وانتقطت الزمالك اليوم بس الفكرة بقى ايه اللي يفرق قناة الاهلي وايه اللي يفرق قناة الزمالك او برنامج الزمالك اليوم قناة الاهلي حتى لما بتيجي تتكلم انا بشوف بساعات بسخرية لازعة ساعات بكلام ممكن يستفز الجمهير بس في الاخر ما بتغلطش او ما بتوجهش اهانة مباشرة لحد ما بتقولش كلام يعاقب علي القانون يعني ما بتجيش مثلا تسب شخصية زمالكوية ما بتجيش تتكلم عن عن رئيس ناد الزمالك وتبدأ توجه له سباب وشتايم ما بتجيش توجه سباب وشتايم للغندور ما بتجيش ت يعني بتحاول تعال الاقل بتوجه رسالتها ممكن الرسالة دي اكون انا مختلف معاها بس من غير شتايم او من غير تجاوزات ومن غير اكون فيه الفاظ موسيقى تعالوا نبص بقى على الطرف الاخر برنامج الزمالك اليوم بيتكلم ووحمد جمال وخلد الغندور بيتكلموا بيقولوا اللي هم عايزينه تمام نيجي بقى لسيادة المستشار المرتضى المنصور يجي المدخلة بتاعته عد بقى كم الشتايم وكم السباب وكم الألفاظ اللي غير مقبولة واللي ما ينفعش التقال رغم ان نتنبع عليه من المجلس الاعلام المقال على الاعلام مرة واثنين وثلاثة وتوقع عليه غرامات وتم يقاف في البرنامج لكن مفيش فايدة يعني مفيش ادنى مسئولية ان احنا نحاول نغير الطريقة اللي احنا ماشيون في هذا طيب النتيجة المباشرة والطبعية والمنطقية ان كان البرنامج ده يتقفل في يوم الايام بسرعة نهائية قناة المحور بدرت بالموضوع ان شافت ان انا كقناة كمان سيبك بقى من العقوبات والوقف والمشعرف ايه انا كقناة صورة تضرر ده هيأثر على نسب المشاهدين بتاعتي ده بيسبب لي مشاكل فلا وليه شيل ده مين ده يرتاح ده عندك طيب لو البرنامج رجع على قناة الزمالك المزمع اطلاقها شهر ستمبر هل ده هيحملني الاقاف لا سهل جدا ان هو يتوقف تالي وسهل جدا ان القناة تتغرم وسهل جدا ان القناة تسحب انها ترخصها فبالتالي انا نفسي اشوف قناة الزمالك والله العظيم بدون اي مجاملات انا نفسي فعلا اشوف قناة النادي الزمالك واشوفها طرى النور واشوف اعلام هادئ ومحترم من كل الاطراف لكن عتابي ولومي دايما على برنامج الزمالك اليوم لانه بيسمح بتجاوزات لا حصرة لها في حق اشخاص وفي حق اندية وفي حق الناس كتير بصورة انا بشوفها فجة يعني بصورة تتجاوز الاعراف وتتجاوز الاخلاق ده ما المفروض ده ما يحسبش على جماهير نادي الزمالك المحترمة انا ما بقولش جماهير نادي الزمالك قناة الزمالك اليوم او التجاوزات اللي بتطلع من رئيس النادي تمثل نادي الزمالك على الاطلاق وانعارف ان فيه زمالكوية كتير جدا متدقين من موضوع ده فمنش هتطلع من الدوامة دي غلماحنا او ان ادارة النادي تقرف كده من جواه ان احنا ماشيون غلط لازم نعدل السياسة نيه ولازم نحط خطوط حمرة كده ما نعدهاش تحت اي ظرف وتحت اي مسمى علشان نقدر على الاقل ندافع النادي اللي احنا منحبه يعني انت بتقول احنا بنتطلع ندافع النادي الزمالك طب ما هو انت بالطريقة ده لما كل شواء اتعرض للاقاف وغرامة ووقف وصحب ترخيص او انهاء تعاقد انت هتعرف تدافع النادي بتاعك ازاي حاول توفر مساحة امنة مساحة امنة ليك انت انك تنتقد في حدود معينة ما تحطكش تحت طائلة القانون وتعملك كل شوية مشاكل وتعملك كل شوية هالليلة انا عاسف ان انا طولت على حضراتكم اشوفكم دايما يا رب على خير تصبح على الف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة